اسعد اللحظات اللي بتمر على مربي الحمام ان هو يشوف زغليل لسه طلع يدوب بالشكل ده وعمرها يدوب ساعات بس مش كتير اسعد اللحظات اي حد بيربي حمام بيحب الحمام ان هو يشوف جوز الزغليل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بالشكل ده صحة حلوة حاجة كده تفرح طب ازاي نحصل على زغليل حجمها حلو وبالشكل ده ازاي نزود الانتاج عندنا ازاي نحفز الحمام ان هو ينتج ويصرع في الانتاج بتاعه تعالوا مع بعض هنشوف شوية حاجات النهاردة وقل لكم على شوية حاجات لو عملتوها عند الحمام او اهتمتوا انكم تعملوها للحمام ان شاء الله ان شاء الله تحصلوا على اعلى انتاج عندكم عند الحمام وهتاخدوا احلى زغليل كمان من الحمام اول حاجة جماعة المتابعة المتابعة تعتبر من الحاجات المهمة جدا جدا انك تتابع ولو حتى مرة في اليوم يعني مش تطلع مثلا عند الحمام ترمي اكل ومية وتسيب الحمام تمشي لا لازم تدي لفة كده على الحمام بصوا هنا طبعا من فايدة المتابعة هنا الزغلول طلع والزغلول التاني ده او البيضة التانية دي مش هتطلع طب مش هتطلع لي انا شفتها على الكشف لقيت البيضة دي بايضة فهبتدي دلوقتي طبعا انا هرميها بس هسيبها جنب الزغلول بحيس ان هي بمسابة الزغلول التاني علشان يدفي الزغلول الصغير لان هو طالع لسا يدوب عمره يدوب ساعة يسا يدوب اهلوا مأكلينوا اللي بتعلوا بقى نعرف قصة البطين دول يا جماعة البطين دول قصتهم غريبة شوي ومحتاجين بجد فيديو لوحده لان انا هجيب لكم دورة حيات البطين دول من ساعة مضبضوا هقول لكم قصتهم كلها بالتفصيل بس في المختصر المفيد ان البطين دول كانوا تحت جزء تاني وانا نقلتهم تحت الجزء ده وبقى من يعني من بطين فقد فيهم الامل لبطين ما شاء الله دلوقتي بقى فيهم تخصيب اللهم بارك بطين يعني انا يعني بجد فوجئت ان البطين الاتنين مخصبين فهنسيبهم لحد ما البطين دول يطلعوا ان شاء الله ويبقوا زغاليل وهنتابع مع بعض هعمل لكم الفيديو كله كامل متكامل من الاول للاخر يبقى اول حاجة لازم مرب الحمام يهتم بها المتابعة تاني حاجة يا جماعة الفرشة ودي اكتر حاجة بتحفز الحمام على انه يبيد الفرشة وانواع الفرشة المختلفة لان انا لما تكلمت قبل كده على القش يعني حبيب كتير قالولي نجيب منين القش بتاع الرز اللي انت بتقولي عليك في ناس طبعا مش عايشين في بلاد ارياف ولا عندهم مثلا قش رز ولا يعرفوا حاجة عن قش الرز خلص وفي ناس بتقولي احنا اول مرة نشوف القش وفي ناس عندها القش ومش بتحب بتحطه زي فرشة للحمام يعني مش بتحب تحطه فرشة للزغاليل ولا للبيض يعني بيقولوا ان هو بيربي حشرات وكده لكن طبعا القش مع النظافة يا جماعة ما فيش حشرات الحمد اللي انتوا بتشوفوني وانا بغير للحمام العيش وانا بنظف الحمد لله ما عنديش حشرات نهائية وده طبعا بفضل اللي اولا واخيرا ثم فضل النظافة ثم فضل المنتج اللي انا بستخدمه اللي هو لسطر اللي هو مبيد الحشرات او مبيد النمل والصراصير طبعا هنا انا كنت بنظف عند الحمام وكنت عملت طبعا فيديو بالروتين ده ارجعوا الفيديو اللي فات هتشوفوه كل حاجة بالتفصيل وطبعا بغير برضو اللي هنا وبحط قش بالطريقة اللي انتوا شفتوني بيها دي طريقتي يا جماعة في تغيير الفرشة طبعا هنا لو تلاحظوا الحمام مش مجمع قش كتير بس مجمع ايه مجمع ريش يعني الحمام لو ملقاش فرشة او ملقاش حاجة يعشش بيها للحمام بيبتدي يجمع ريش كده ويعشش بيه لكن الافضل ان احنا نحط فرشة للحمام طبعا انا ما عنديش قش رز والمكان اللي انا فيه ما فيهوش قش للرز لو ما فيهش لقش ولا تبني ولا الحاجات اللي زي دي الطواجن يا جماعة الطواجن الطواجن فخار طواجن بلاستيك اقفاص زي كده ممكن تعملوا الفكرة اللي انا عاملها بتاعت التقفيصة الحديد انا عاملة وممكن تعلقوا اللقفاص وتحطوا فيها الكراتين بتاعت البيت بالفكرة برضو اللي انا عملتها قبل كده ارجعوا الفيديوهات كلها على القناة انا عاملة يعني فيديوهات كتير بأفكار كتير للفرش وأنواع الطواجن والحاجات دي كلها عامل بيها برضو فيديوهات قائمة تشغيل عندكم في القناة في قوائم التشغيل هتدخلوا قوائم التشغيل ودخلوا على قائمة تشغيل اسمها مشروع تربية الحمام من الصفر إلى الاحتراف كلمت فيها يا جماعة عن أنواع الفرش وأنواع البيوت اللي بتعملوها للحمام بصوا بمنتهى التفاصيل يعني بكل بتفاصيل التفاصيل زي ما بقولوا منتهى الاختصار لو أنا مثلا عايزة حفز الحمام اللي هو يبيض بجهز للحمام المكان بتاعه اللي هو يضيط فيه زي الفرشة مثلا هنا أنا عاملة التقفيصة زي كده مش هسيب التقفيصة مثلا بالقفاص كده وهسيبها من غير فرشة لأ بحط لها يعني أقل حاجة كارتون أنا هنا عاملة كارتون جده ورضو طريقة موجودة على قناة كارتين بجيبها وبضغطها وبحطها زي كده أرضية في القفاص الحمام بيجيب بيعشش لو ملقاش على فكرة بيجيب الريش بتاعه اللي بيقع منه ده وبيعشش به ممكن نحط في قفص زي كده فوق كارتون الطاجن سواء فخار أو بلاستيك وبنحط في أرضية الطاجن يا إما تحدي لو الطاجن فخار لو الطاجن بلاستيك زي الطاجن اللي عندي كده مخرمة ببتدي أحط فيه لباد ما عنديش لباد ومش عارف أجيب اللباد منين قطعة صوف ما عنديش قطعة صوف يعني بصوا ممكن سجادة قديمة بطانية قديمة واقصها على قد المدورة كده على قد الطاجن وحط فيها إيه تبقى زي إيه زي فرشة كده للحمام يبتدي يعشش فيها ويضيط فيها ويطلع فيها زغليل ويربي فيها الزغليل وبتبقى فرشة ممتازة جدا فمش شرط أو مش موضوع الفرشة هو اللي هيعجزنا لا في حاجات كتير جدا الطواجن واللباد والتحديق والتواجن بخار كل ده حاجات بتلاقوها في الاسواق اللي هي بتاعت طبعا مستلزمات تربية الحمام أو المحلات بتاعت مستلزمات تربية الحمام برضو حبايبي اللي قالوا لي الاقفاص دي انتي معلقاها في الحائطة ازاي والله هتكلمت على الموضوع ده كتير جدا يا جماعة تابعوا الفيديوهات تابعوا الفيديوهات وشوفوا الفيديوهات كلها كل حرف في الفيديو بيبقى مفيد عشان انا بقول لكم تابعوا الفيديوهات انتوا بتسمعوش الكلام هنا يا جماعة انا ح priced قل بنخرم في الحيطة بنحط في اللي شر وبحط فيها مسمار حرف اللي بحيث ان هو ينسك القفوص زي ما انتو شايفينك القفوص دي بتبقى مخرمة بحط في اللي خرام اللي فوق او اللي خرام اللي هي بتبقى بحيث ان هي بصي تبقى متوازنة القفص يبقى متوازن يعني الناحية دي قد النحية دي عشان ما يبقى شمال كده او كده ويكسر البضء او حاجة تمام بحلق القفوص بالشكل ده وبحط زي ما بقول لكم الفرشة المناسبة او المتاحة ليا. اما كارتون البيض. ما فيش كارتين بيض. كارتونة عادية بس اهم حاجة تبقى كارتونة دي. يعني مش نعمة. علشان الكارتين النعمة لو الحمام ممكن اجي قلب البيض ممكن بدي تكسف. ممكن انزغلل بعد ما تطلع. بصوا هنا بقول لكم دي. دي الطواجن اللي عندي يا جماعة. هي دي الطواجن اللي انا بقول لكم عليه اللي هي مخرمة. وابتدي احطها في ارضية القفص بالشكل ده. شكل انتو شايفينه ده. لو عندي لبات بحط لبات مفيش لبات. احط مثلا يعني زي ما قلت. اي حاجة ممكن حكة بطانية قديمة قماشة قديمة. وبابتدي اقصها على قد الطواجن واحطها في ارضية الطواجن بس بشرط يا جماعة. لازم القماشة اللي انا احطها دي تبقى تخينة. يعني تقيلة بمعنى اصح. بحيس ان انا لما احطتها في الطواجن يعني اتسبت كده في الطواجن. اهمين ازاي? عشان طبعا البيض لو ما يتحصك فيها. الحمام هو بيقلب في البيض. الحمام هو بيأكل في الزغالين. لو ماشي دي مطلعش في رجله او حاجة او تمسك في رجله. ممكن الحمام يقودها في رجله كده. والبيض يقع ويتكسر ونخسر البيض. ممكن برضو تضر الزغالين. الكلام ده كله. فياريت نخلي برضو احنا بصوا يعني الحاجات دي بتيجي برضو بالايه? بالمتابعة. يعني ده اهم حاجة في تربية الحمام ان انا اتابع. المتابعة عامل مشترك في كل اساسيات ديالة انتاج الحمام. ومن اسرار تربية الحمام للمحترفين المتابعة. المتابعة والله اهم من الاكل والشرف. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة باختصار او دول اول حاجتين يعتبروا من اهم الحاجات اللي هي في زيادة انتاج الحمام.